بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الانشاد اصحاح 3 افكركم اصحاح 3 حكى لنا حكاية طلبته فما وجدته يعني العروسة او النفس البشرية احيانا يجي لها وقت تدور على ربنا ما تلاقهوش ممكن يكون وقت بالفكر تيجي حرب شكة مثلا الواحد يبقى زي التاية مش لاقي ربنا ممكن تبقى حرب فتور يعني مش عارف يصلي زي الاول مش حاسس بتاعزيات مش فرحان ممكن تبقى مشغولية زيادة فصلته عن ربنا او بعدته عن ربنا ما بقاش لاقي ربنا زي الاول ممكن يكون نوع من التجارب خلاه يحس ان ربنا مش بيستجب له مش بيسمع له والتجارب شديد عليه هو لوحده طلبته فما وجدته ايا كان نوع الحرب لازم لها نهاية المطلوب من النفس ايه في الحالة دي انها تسعى وتجاهد وتحاول وهو ده اللي عملته عروس النشيد قامت وجريته وراحت السوق وبقت تسأل كل الناس وتدور عليه وراحت للحرس الطائف في المدينة اشارة لرجال الله وبقت تسألهم رأيتم من تحبوا نفسي وبعد شوية ما جاوستهم الا قليلا حتى وجدت من تحبوا نفسي يعني مع الجهاد والصلاة والبحث والسعل الحكامة بتطولش لازم ربنا يترقل النفس دي ويرجع تاني يشجعها وتحس بيه وتفرح بيه تاني اذا لو الواحد خد فترات الفطور باهتمام ومقبلهاش وتحداها بالصلاة والجهاد والسعي لازم تنتهي بسرعة وبعدين علمتنا العروس اللي هي النفس الحلوة اللي بتحب عارسها امسكته ولم ارخيه يعني الواحد بعد الفترات دي بيحسن ربنا ده غالي اون مش هتدلع تاني مش هسيب الحالة دي تيجي تاني فيبقى الواحد عاوز يمسك فيه وخايف ما يصليش بقى خايف ما يغيب عن الكنيسة خايف يأثر في حياته الروحية لان اللي شافه من البعد عن ربنا خلاه حرم يبعد تاني وبعدين رجع تاني العريس ينضح عرسته بعد اللقاء الحلو ده والسعي الجميل ده قال من هذه الطالعة من البرية كاعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل اذرة التاجر وقلنا دي اشارة للكنيسة اللي طلع من البرية العالم ده زي البرية الكنيسة طلع عروسة جميلة وسط عالم قحت كاعمدة من دخان يعني الكنيسة حياتها صلاة حيات الكنيسة كلها صلاة الدخان اشارة للبخور اللي ريحته حلو فتبقى الكنيسة اللي يميزها عن العالم انه مكان صلاة بيتي بيته صلاة يدعم ان كان الكلام ينطبق على النفس نفس الكلام النفس الانسانية اللي تحب ربنا تقضي حياتها بالصلاة في المشاكل صلاة وفي الافرح صلاة وفي الحياة المستقرة صلاة الصلاة هي حياتها كاعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان يعني الالام والاحزان والتجارب والاتعاب اللي في حياتها تدي للنفس كده عطر جميل تديها ريحة حلوة والكنيسة اللي عدت في الدنيا متخضة متألمة مجروحة يزيد جمالها قدام عارسة فكأن الكنيسة وهي دخل على السمن ربنا يبصي لها باعجاب شديد لانها معطرة بالمر واللبان يعني شافت كتير متعبت كتير عشان وبكل اذرة التاجر قلنا اشارة الى الفضائل يعني كل ما يبتغيه الناس ويشتروه في السوق اذرة التاجر مقصود بيها زينة العروسة بكل انواعها فالعروسة دي ان كانت الكنيسة الكنيسة فيها حب فيها طهارة فيها نقاوة فيها بساطة فيها تعليم وستقيم فيها خدمة للمجتمع والناس كل ده حاجات حل والعروسة اذا كانت نفس عادية تبقى مزينة بكل اذرة التاجر يعني ركزت في الفضائر بعدها فرح وسلام وطول انا ولطف وسلاح وايمان وداع وتعفف العريس مازال بيتكلم وصلنا العدد سبعة هو ده تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة اسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فقده من هول الليل تخت سليمان ده المكان هيشرحه بعد كده يقول الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان تخت ده زي المكان اللي بيعود عليه او السرير اللي بينام عليه ويبقى كده موقع الحكمي بحوالي جبابرة ستين جبار بيحرسوه تخت سليمان اشارة للكنيسة احنا قلنا كلمة سليمان نفسها مرتبطة بفكرة ملك السلام وسليمان هنا لانه بيقدم نفسه كعريس بيشاور على المسيح له المجد المسيح له المجد هو العريس الحقيقي انما لان سليمان ملك تصور نفسه هو في العزة ده كله وحب يشرح للمسيح يبقى شكله ايه بقى فعال هو زي تخت سليمان حوله ستون جبار المنظر ده منظر ربنا يسأله المجد في المجد المسيح على عرشه وحوله جبابرة جبابرة هنا دول هيلي النبي ويحنى المعمدان وابون ابراهيم وسحاء ويعقوب وموسى وداود وبطرس وبولس كل ده الجبابرة لان الجبابرة في الحياة الروحية مش عضلات ومش سيوف داود النبي جبار انما ما كانش يعني قوته في عضلاته قال له جولياط انت تأتي الي بسيف ورمح وترس اما انا فأتي اليك باسم رب الجنود منتصر فربنا يسوع يبقى فرحان بالجبابرة بتوعه ده منظر مهم لان العروسة تشتهي انها تكون من اللي حواليه النفس بتبص على الجبابرة اللي حوالين العريس وتقول نفسي بقى واحدة منهم نفسي بقى من صحاب العريس كل واحد يبص على حكايات الكتاب المقدس ورجال الله يتمنى ويقول ياريت الواحد يبقى كده يقرب من ربنا الى هذه الدرجة يبقى قوي بالنعمة زي ما بوليس الرسول بيقول لابنة يموساوس تقوى يبني بالنعمة فالجبروت هنا قوة الروح اللي عملت في هؤلاء الناس وخلتهم جبابرة يحيطون بالملك ملك السلام هو دا تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة اسرائيل ليه ستين رقم ستين قال عليه اغسطينوس تلاتة فاربعة في خمسة تلاتة فاربعة باثناشر في خمسة بستين اغسطينوس كان له في الارقام يحب يحللها قال تلاتة دا الثالوس الاقدس واربعة دي الدنيا جهات الارض الاربعة فالانسان الذي يؤمن بالثالوس ويبقى عاوز الدنيا كلها تعترب بالثالوس الاقدس يقدس حواسه الخمسة عشان يبقى جبار شوفوا جبابة ازاي تلاتة الثالوس الاقدس واربعة جهات المسكونة فيبقى الكنيسة تؤمن بالثالوس وتملأ العالم في جهات المسكونة الاربعة انما طلبة من ولدها يقدسوا حواسهم عشان يبقوا جبابرة فحوله ستون جبار لان مش كفاية تؤمن بالثالوس الاقدس وتنشر الايمان دا في كل مكان المفروض عشان تبقى جبار تبقى حياتك كمان الداخلية قوية تبقى عانيك نقية تبقى اودانك نقية تبقى حواسك كلها بتاعت ربنا يبقى فكرك نقي فخمسة اشارة للحواس وثلاثة اشارة للثالوس هو دا تخت سليمان تصوروا لو الكنيسة كل اولادها عندهم ايمان قوي بالثالوس الاقدس عاوزين ينشروا الايمان في العالم كله وعايشين بقداسة تبدأ من الحواس ما هو صحيح لو العين مقدسة والودن مقدسة واليد مقدسة طبيعي الفكر والقلب مقدسين ما دي المداخل حتى في سر الميرون تلاقي ابونا يمسح الحواس في الاول يمشى على العينين والودان والمناخير عشان يقول نقدس الحواس وبعد كده ينزل يقدس القلب فلما تتقدس الحواس يتقدس القلب احنا لو عاوزين نبقى جبابرة عندنا فرصة الجبابرة دول بتعرف بنا غير جبابرة الدنيا لا محتاجة فلوس ولا محتاجة صحة جسديا ولا محتاجة تمرينات حتى رياضيا هي محتاجة تقوى لشان كده معلمنا بوليس يقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل اما التقوى فنافعة لكل شيء فاذا مقنتش صحتك مساعداك خلي صحتك الروحية قوية تبقى جبارة عند ربنا يعني اليه النبي لم يذكر انه كان قوي العضلات انما كان جبار كان مرعب لكل ملوك الاشرار وقفوا صاده ثمنمية وخمسين كاهم من كهنة البعل اللي بيعبوده الشيطان وكانوا مرعوبين منه طب ليه لانه جبار من جبابرة اسرائيل من جبابرة الكنيسة في روح قوة ما بيخافش من حد لانه مليان بروح ربنا هو ده تخت سليمان تصوروا الكنيسة كلها كده بقى حوله ستون جبار من جبابرة اسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب طبعا محتاجين نفكركم ان السيف دايما اشارة الى كلمة الله موجودة في حتة كتير في الكتاب المقدس مثلا في الرؤية يقول ايه سيف الروح طالع في رؤية واحد انه سيف ماضي بي حدين يخرج من فمه بدل السيف طالع من فمه فم المسيحي بقى اشارة الى كلام ربنا وفي عبرانيين يقول كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف زي حدين وخارقة دي اشرح عملها فقافس الستة هو بيكلم عن سلاح الله الكامل قال امسكوا سيف الروح الذي هو كلمة الله يبقى دايما فكرة السيف مقصود بها كلمة ربنا ولما ربنا يسوع قال اللي ما عندوش سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا كان يقصد كلمة ربنا عشان كده لما قالوا له هو دا سيفان قال طب سكوته يعني انتم مش فهمين انا بقول ايه سيفان ايه لكن كل كلامه كان عن كلمة ربنا كلهم قابضون سيوفا يعني لو ركست في كل قديس او نبي او رسول على صفة جميلة انما لازم تلاقيهم كلهم متفقين في صفة ان السيف في اديهم بمعنى كلمة ربنا شغلاهم مش ممكن واحد هيوصل السماء كلمة ربنا مش شغلا مش ممكن واحد يبقى قوي روحيا وما تبقاش كلمات ربنا مليا دماغه كلهم قابضون سيوفا يا ترى احنا في ادينا سيوف نطرد بها الشياطين احنا بنتكلمش عن سيوف حسية خالص لان الانجيل بيقول لنا مصارعتنا ليست مع لحم دا ملناش عدوة مع بشر ابدا حتى لو قطعونا انما احنا حربنا مع الشياطين والشياطين ليها سيف مخصوص هو كلمة ربنا اللي حافظ مزامير كتير ماسك سيف ربنا اللي حافظ اجزاء من الكتاب المقدس ماسك سيف ربنا اللي فاهم قصد الله من كلامه ومشغول به ماسك السيف اللي بتشغله كل اية ويعاوز ينفذها باي طريقة دا واحد ماسك سيف اللي ممكن يتأمل في كلمات الانجيل وبيكلها اكل زي ما الكتاب قال وجد كلامك فاكلته فكان كلامه كليل الفرح دا ماسك سيف عشان كده المزمور يقول تقلت سيفك على فقدك ايها الجبار طب هو مش بيكلم ناس عساكر لا بيكلم ناس عساكر روحيين تقلت سيفك على فقدك ايها الجبار استله واملك وانجح فهل الواحد رابط صيفه كده جنب جنبه يعني كلمة ربنا شغلاء وشغلاء ايه هي دي اللي تخلي الواحد قوي ومتعلمون الحرب كلمة حكيمة من سليمان الحكيم لان الحرب الروحية فن زي بالضبط الحرب بتاعت الدنيا يعني يتلاحظوا ان في العسكرية بيتعلموا علوم العسكرية وعلوم الحربية كمان الحرب الروحية لها فنونها ولازم نتعلمها من اللي سبقونا فمتعلمون الحرب يعني انت عارف الشيطان هيدخلك ازاي ويلخبط دماغك ازاي ما تسأل الاقوى منك ما تسأل اللي تدربوا على الحرب الروحية ما ترجع تشوف القديسين قالوا ايه في الحاجات دي حرب الفكر نحاربها ازاي حرب الطمع نحاربها ازاي حرب الكراهية نغلبها ازاي طب اتكسل ندوس عليه ازاي طب الغرور والكبرياء ما كل دي حروب وهي دي اللي بتضيع الانسان لو الواحد اتغلب ليها ممكن يضيع ممكن يهلك عاوز تبقى جبار روحي عاوز تبقى من المحيطين بسليمان الحقيقي ربنا يسوع له المجد اتعلم تحارب اتعلم ما تسيبش فكرة وحشة تعدي على دماغك اتعلم تقاوم عينيك لما تبقى عينيك متعبة حتى لدرجة القلع والقلع هنا مش تخلع عينك دي تخلع المنظر الوحش تتفاداه ان اعثرتك عينك فاقلعه اذا متعلمون الحرب يعني في حتة تلمزة روحية الواحد عشان يبقى يتمتع في الاخر انه يبقى من الجبابرة اللي حوالين المسيح له المجد ده لازم تعلم الحرب شوف احنا نقول على العدرة امنا قوية في الحروب طب ده العدرة دي واحدة ست وطيبة جدا انما في الحروب الروحية مفيش اقو من كده صلواتها وودعتها وطهرتها ونقوتها تصد كل الشياطين وتغلب اي حرب روحية فاحنا بنشفع بيها لانها قوية في الحروب جبارة من الناحية الروحية كل رجل سيفه على فقده من هول الليل من هول الليل يعني من مفاجآت الليل فالحرب زمان كان لازم يبقى فيه نبطشيات كده الاحسن لو ناموا كلهم يهجم العدو بالليل يموتهم كله وكان كل واحد صهران دلوقتي مسك البندقية بتاعته كان زمان مسك السيف بتاعه ومربوط على فقده ومش حتى جنبه عشان بسهولة جدا يقدر يطلعه في اي لحظة ناخدش وقت فكل رجل سيفه على فقده مقصود بيها انه الكلمة لازق فيه انه مصحصح ومفنجل عنيه ومتوقع متوقع ان الشيطان يهجمه وهو كمان مستعد فهنا فكرة الاستعداد ساعات الواحد يقعد في اعدا وكده يطراخ وما يبقاش واخد باله ان عدو الخير مدبر له في الاعدا دي اخطاء فتيجي سيرت الناس يقع في سيرت الناس يجي كلام بطال يدخل في كلام بطال فين بقى هول الليل انت وقعت كده انت اتغلبت لو انت كنت يقز وصهران كنت هتاخد بالك على طول ان الشيطان ابتدى يحاربك لو انت حاطت ما بدأ كل رجل سيفه على فقده من هول الليل ما كنتش تسيب نفسك طوع لو داود النبي في الليلة اللي وقع فيها دي كان بيقول ما زميره وكان صهران مشغول بسيفه بكلمة ربنا ما كانش حصل له اللي حصل ويعفزينا ودخل في قتل وشغلانه كل دا الليلة انه ما كانش متحفظ الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان كون التخت دا من الخشب اشارة دايما للصليب دايما الخشب في الكتاب المقدس اشارة للصليب الخشب والشجر يعني اساس الكنيسة فداء المسيح له المقد قوة الكنيسة كلها في دم الصليب اللي قدمه ربنا واشترى بيه اولاده فهنا الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان وخشب لبنان كان مشهور شجر اغلى شجر واقوى شجر ويدوم ومحصلوش اي نوع من التأثر مع الايام عمل اعمدته فضة يعني زي المكان الجميل اللي قاعد فيه سليمان ده الارضية كلها خشب فاحنا واقفين على عز الصليب نعمة ربنا يسوع له المجد وفداء العهد الجديد صليبه هو اللي خلانا ولاد النعمة دي كلها والاعمدة فضة الفضة دايما اشارة برضو للكتاب المقدس لان يقول كلمة ربنا مثل فضة مجربة مصفاف الارض سبعة مرات يعني الفضة زمان عشان يتبقى احسن حاجة يدخلوها النار سبع مرات فكلمة ربنا دي متصفية في النار وقوية جدا ونقية جدا فان عمل اعمدته فضة يعني الكنيسة وقفة على الصليب وعلى الانجيل تلاحظوا مثلا الشمس لما يدور اصاد ابونا في الدورات يبقى ماسك البشارة والصليب عاوز يقول هم دول اللي شايلين الكنيسة الايمان بالمسيح المصلوب وبالفداء والايمان بكلام الانجيل والتبشير بالانجيل وروافده الروافد اللي هي بتكمل الاعمد عشان تكمل المبنى ذهبا الذهب عادة اشارة الى عمل الروح القدس يبقى الكنيسة فيها الفداء والصليب ممثل في الخشب فيها الفضة اللي هي كلمة ربنا فيها عمل الروح القدس الكنيسة الم صح صحة واخليها حاجة مختلفة عن الدنيا كلها روح الله شغال فيها هو اللي بيجددها هو اللي بيخليها دهب هو اللي بيخليها غالية هو اللي بيديها ايمان ومقعده ارجوانا الارجوان ده اللون الخاص بلبس الملوك دايما مفاكرين لما ربنا يسوع له المجد كان بيحاكم البسوه ثوبا من ارجوان كان اشارة الى ايه انه ملك لكن هما بيصخروا منه فلبسوه توب ارجواني عشان يستهدأوا به انما هنا بقى اشارة الى الملك الحقيقي كنيسة مملكة مقدسة على الارض حتى تلحظوا في الاعياد لما ابونا البطرة يلبس اللبس الملوكي وابائنا الاسقفة والكهنة دي دي مملكة دي الملوك هي اشارة الملكوت السماوات فمقعده ارجوانا مملكة لكن ليست من هذا العالم لا لها في السياسة ولا الجيش ولانما ده ملكوت داخلي يظهر في اخر الايام مع مجيء المسيح ووسطه مرصوفا محب يعني شوفه حط ايه اربع حاجات مهمة الخشب قلنا الصليب والفضة قلنا كلمة ربنا والدهب قلنا عمل الروح القدس والارجوان اشارة الى ملكوت السماوات كل دا يظل عليه مرصوف زي ما بيرصوفه الارض كده محبة الصليب يقول ربنا بيحبنا اوي كلمة ربنا بتقول ربنا بيحبنا اوي الروح القدس بيصرخ في قلوبنا طول الوقت ربنا بيحبنا اوي العز والملك اللي احنا عايشين فيه ومدعوين ليه مرصوف محبة ملكوت كله محبة فهنا يقول وسطه مرصوفا محبة لما واحد يسأل هي ايه السما دي ايه طعم السما ايه شكل السما نقول له شكل السما مش هنعرف نوصف لانه لا يخطر على بال انسان انما طعمها ايه طعمها كله محبة السما هي حالة حب بين الانسان وربنا وبين الانسان واخو الانسان حب بلا شوائب ما فيوش اي حاجة اتعطله ولا اتعكره هنا الحب متعكر مش كامل هناك بقى الحب كامل فحالة جميلة اوي وسطه مرصوفا محبة من بنات ارشاليم بنات ارشاليم هم النفوس اللي وصلوا السما هم العزارة الحكيمات اللي حبوا العريس وحبوه من كل القلب والفكر والقدرة وتمموا وصيته فبيقدموا محبة للعريس طول الوقت يبقى تلاحظوا هنا في الاسحح ده وصف العروسة اللي بتجري وراها ان كانت الكنيسة مشغولة بعريسها او كل نفس وبعدين وصفها وهي خارجة من البرية قد ايه مختلفة كعمدة من دخان وبعدين وصفها بالتخت بتاع سليمان المجال المكان اللي قاعد فيه اللي كله عظمة وكله هيبة والجبابرة اللي حواليه وشكله كل واحد فيهم يقوم يختم بقى لصح يقول لي اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرصه وفي يوم فرح قلبه هنا مين بيتكلم غالباً العروسة فلما شافت العريس بالقبهة ده وحواليه الجبابرة وشكلهم جميل قوي واشتهت تبقى واحدة من بنات قرشليم لأن المكان كله مرصوف محبة بقت عاوزة تقول له كل الناس اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان رسالتنا تجاه الناس يقول لهم اخرجوا من الدنيا عشان تشوفوا المسيح الملك الحقيقي قدقي حلو تعالوا زوقوا وانظروا ما قطي بالرب طول ما انتوا غرقانين في الدنيا دي ومشغولين بالهموم اللي فيها مش عارفين تخرجوا من الدوامة دي مش هتشوفوا الجمال طول ما الملك بتاع الأرض ملك الشيطان ده شغلكم مش هتتمتعوا بالملك الروحي والملك الابدي فخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان الملك سليمان اشارة اللي وبنا يسوع اللي معطل للواحد فينا انه يتمتع بربنا الحلو انه عنيه رايحة في الدنيا زيادة وانه لسه علامات ملك الدنيا شغلها العظمة والفلوس والمراكز واللبس والصحة والكرامة والحاجات دي اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه امه ازاي ربنا سعب بتجسده صارت له ام يا امنا العدرة او البشرية كلها قدمت لنا المسيح له المجد متجسدا يعني ايه يعني المسيح بتجسده بقاله ام زينا فاحنا كلنا بنخدع له ونسجد تحت رجليه ونتوجه ملكا على الاعلين كلنا لانه هو ابن البشر بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرصه ايه يوم عرصه دي؟ تفكرنا بامثال ربنا يسوع ربنا يسوع حكى مثلا قريب اولي الفكرة دي قال يشبه ملكوت السموات عرص عشاء عرص ملك صنع عرصا لابنه وابتدى يدعي الناس مين الملك اللي عمل حفلة لابنه اللي القاب اللي عامل احتفال المسيح له المجد ياخد عرصه كنسته ويدخل بيها الملكوت الابد والمدعوين رفضوا وصعب عليه وقال لهم طب روح ودوروا في الحواري وشوفوا في الاذقة والمكان واسع خصار المكان الواسع وابتدوا يجيبوا بقى من كل حتة ودخل بقى بعد كده العريس فرحان بعرصته انما لقوا واحد ليس عليه لباس العرص فطلعوا بار فهنا في يوم عرصه العرص اشارة اساسية الى يوم المجيء التاني وده اللي بقى حكاه سفر الرؤية لما قال شفت ارشاليم نازلة من فوق مهيئة مزينة كعروس مزينة لرجل شافت كنيسة كده عبر كل العروس عصور نازلة من السماء عشان المسيح ياخدها مع الملكوت انما العرص هو الاتحاد بالمسيح وعشان كده في كل اداس بنعتبر نفسنا في يوم عرص كل اداس احنا ككنيسة نتخطب للمسيح ملكنا وكان اوريجانوس يقول ان قداس الموعوظين خطوبة وقداس المؤمنين جواز لان الجزء الاولاني الموعوظين ده كله كلمة فالعريس خطبنا بكلمة وبعدين نقول تقدمه يلا قربه قربه عشان تبقى ايه حوالين المسبح نكله ونثبت فيه ونتحد به دخلنا في مرحلة الجواز فيوم عرصه هو يوم اتحادك بالمسيح فتبقى مش تقله عاوز تتناوله الدوق فرحة اتحاد بالله وخرجنا يا بنات صهيون من الدنيا دي فيه واحد يدخل القداس زي اللي طلع برا الدنيا فرحان بربنا وشبعان بربنا ومش عاوز القداس يخلص وفيه واحد دخل القداس ما حسش بده كله ليه لانه مخرجش من الدنيا الدنيا دخلت معه كنيسة فوقف طول القداس يفكر في اللي وراه واللي عليه والمشاكل اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرصه وفي يوم فرح قلبه ما الذي يفرح المسيح له المجد الا عروسه المسيح له المجد تفرحه كنسته وكنسته اي دينتها زينة الكنيسة أولادها كل لما أولادها اللي بعده يرجعوا لها كل لما يفرح العريس بيها كل لما الكنيسة لمت العالم كله في حضنها وجابت كل أولاد الله المتفرقين كل لما العريس يفرح بيها فزينة الكنيسة أولادها عاوز تفرح ربنا شوف الناس اللي بعدت عن ربنا روح اجري وراهم وهاتهم عشان تفرح ربنا ويبقى دا يوم فرحه يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يا توبة أكتر من 99 لا يحتاجون إلى توبة ساعات نفرح الناس ومنعرفش نفرح ربنا إذا كننا البشر المحدودين الزغيرين الضعفاء عندنا فرصة نفرح ربنا له المجد يمكن فرصة مش عند الملايك لما نسعى وراء الناس البعاد عن ربنا تحاجة كبيرة قوي يوم فرح قلبه لما تجيب له نفس بعيدة والحاجة التانية اللي تفرحه هي زينة النفس نفسها يعني النفس تنشغل بحاجتين يفرحه العريس تجيب له نفوس بعيدة تفرحه بيها وتتجمل من داخلها عشان تفرح عريسها بيها لأنه هو يبص على الداخل ما بيبصش من بر العريس بتاعنا بيجيب جوه على طول فاحص القلوب زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمن إذن لو الواحد عنده فرصة يجيب ناس لربنا يبقى ده شغله الشاغل يفرح ربنا وما لقاش الفرصة دي دايما طب يتزين من الداخل بالصلاة والتوبة والجهاد يوم برضو يفرح ربنا اخرجنا يا بنا الصهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجده به أمه في يوم عرصه وفي يوم فرح قلبه ممكن واحد يقولك لندا انطبق علينا ممكن لأنه متى يتوج الإنسان يوم يخرج من هذه الحياة الإكليل ياخده الإنسان مش في الدني ياخده في السماء لما يخرج يعني معلمنا بوليس يقول جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم والرب الديان العادر يعني تحطي له الإكليل لكن ما حطوش على رأسه لس ما خدوش هياخده لما يخرج فيبقى مش تاقى وعشان كده ساعتها بيقول ليه اشتهاء أن أنطلق أو الآن أسكبه سكيبا ووقتا حلالي قد حضر كان فرحان لأن الإنسان كلما يقرب من الخروج يشتقل الإكليل يبقى عارف أن فيه إكليل مستنيه فدي مفرحا وكل بقى بنات صهيون يعني القدسين اللي عشرهم وخدموه صلوله وإن كانوا على الأرض واللسا بقول السماء يقولوا يلا نحتفل به وهو داخل عندنا السماء عشان يتحط على رأسه التاج الكنيسة بقى تتوج أولاده لعظوا لغاية النهاردة الكنيسة في يوم مثلا نياحة القدسين تتوجهم نقول إكليل فرح وإكليل بر وإكليل مجد على رأس القديس العظيم الفلان يبقى أم هذا القديس الكنيسة بتتوجه يوم فرح يوم فرحه أي يوم ما دخل السماء يوم فرح قلبه يوم عرصه يوم ما اتحد بالمسيح الاتحاد لا ينتهي ولا ينقطع مرة أخرى فالكلام ممكن يبقى على سليمان ومن شابهه في محبة المسيح في الوقت أصحح أربع ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معيذ رابض على جبل جلعاد أسنانك كقطيع الجدائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم فما حتى هذا اللي بيكلم العريس ربنا يا سعبي بص للكنيسة الحلوة اللي بتجاهد وبتصلي بتجري وراء أولادها وبتتجمل اللي يقولها ها أنت جميلة يا حبيبتي أو للنفس اللي واخدها جد وعاوزة ترضيه بأي طريقة ها أنت جميلة يا حبيبتي أول حاجة شدت انتباه العريس عيناك حمامتان من تحت نقابك النقاب زي الخمار كده بيبقى شفاف شوية يعني ممكن تتشافي العين من وراء بس كأنها عين مكسورة يعني مش عين مفنجلة كده لا هنا معناها ايه أن الإنسان في حضور الله عنده شعور بالخجل فالنقاب ده أو الغطاء اللي على العين معناه لو أحد مش قادر يبص في ربنا ملوش عين يواجه عينين ربنا مكسوف منه الخجل من الحاجات اللي تجمل الإنسان جدا شعور الخجل حاجة دميلة عند ربنا لأن الخجل معناه أن الواحد قدرك خطيته وعرف حجمه فإنه صغير قوي كونك تيجي الربنا مكسوف من نفسك ده أحلى موقف توقف أقصاد ربنا وعلى العكس أوحش موقف يوقفه الواحد وهو واقف كده يكلم ربنا بجسارة كأنه له عند ربنا حاجة زي موقف الفريس العشار ما كانش قادر يرفع عينيه فهنا عيناك حمامتان من تحت نقابك ده اللي بيخلينا نبص في الأرض وفي وقته ونسجد أحيانا ليل كأن عينينا مش قادرة تبص المجد ربنا في خجل المرأة الخطية لما دخلت عند رجلين المسيح له المجد ما كايش قادرة تبص فيه حطت وشاة في الأرض وعادت تبكي ودموعها غسلت رجليه وشعرها مسح الدموع إنها مش قادرة تبص فيه من الخجل وربنا يسوع حس بالحب ده كل وكأنه بيقول لها أنت جميلة يا بنتي عيناك حمامتان من تحت نقابك كل الدموع دي تفكراني بيجدريان وده اللي قاله في آخر النص بتاع المرأة الخطية لما قال اذهبي بسلام إيمانك خلصك ودافع عنها قدام سمعان الفريسي وقال قد أحبت كثيرا الدموع دي علامة حب والخجل ده علامة حب عيناك حمامتان أظن ده تشبيه سبق ذكره لأنه الحمامة رمز للنقاوة والبساطة فالعين البسيطة اللي كلمنا عنها ربنا يسوع في الموعز على الجبل إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا فربنا لما يلاقي واحد كده عنيه بسيطة يقول له بختك يعني بسط الناس انت كده فرحان طوباك يعني لأن جسدك كله يكون نيرا القديس عبو مقار يقول على قدم الواحد يكون نقي في قلبه وعينه على قد ما يشوف كل الناس أنقياء هذه تخجلنا كونك لسه شايف الناس مليانين شر يبقى أنت اللي مليان شر كونك عينيك بتروح على خطايا الناس يبقى عينيك أنت مليانين خطيئة وهنا ربنا يسوع استفاد في الكلام وقال يا مرأي أخرج أولا الخشبة من عينك حين أذن تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخوك يعني ده الخشبة اللي في عينك أكبر كتير من القزة اللي في عين أخوك إنما العين اللي زي الحمامة لأ طبعا لا في قزة ولا في خشبة عين بسيطة شايفة كل حاجة حلوة عين زي عيون الأطفال اللي كلها براءة فأنا دي يقولها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان من تحت نقابك واحد يقول طب نجيبها منين العين البسيطة يريد عندنا عين بسيطة لا ننقط حد ولا ندين حد ولا نشوف خطايا حد ونشوف كل حاجة حلوة دي نعمة كبيرة قوي كل نعمة تحتاج إلى جهات هي نعمة صحيحة هي هدية من ربنا إنما واحد ياخدها لأنه بيصرخ في طلبها وبيلح في طلبها وبيصلي كتير يا رب الديني عين بسيط وبيهرب عينه ما يشوفش حاجة وحش وبيحمي عينه من كل منظر رديء وبيحط عينه في كلمة ربنا طول النهار والليل كده عينه تنضف وتبقى حمامتان من تحت النقاب وفي واحد مش مهتم بالموضوع وجسده لن يكون نقيا ها أنت جميل عينك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معيد رابط على جبل جلعات أو طبعا التجبيه ده لو أخذ الكلام حرفيا زي ما ادعى علينا أعداء الكتاب إن سفر النشيدة مجرد غزل وفي واحد هيغازل واحدة يقولها شعرك زي المعيزة ما تجيس الكلام ده خالص أدنما هي ببساطة تسبيهات مجازية رمزية كلها المسيح لعلمك ده بيوصف الكنيسة في جماله الشعر أصله لازق في الرأس والرأس هو المسيح احنا تعلمنا كده من الإنجيل إن رأس الكنيسة هو المسيح فعاوز يورينا قد إيه الكنيسة لازقة في ربنا زي الشعر في الرأس وقد إيه أعضاء الكنيسة منسجمين مع بعض فيقول كقطيع معيز لأن اللي بص من بعيد على جبل جلعات يلاقي آلاف من المعيز نزلين كده بيتحركوا بن سيابية كده زي الشعر المتموج ولون واحد رقيق كده من بعيد المنظر منظر جميل أول فالكنيسة إذا كانوا أعضاءها لازقين في الرأس المسيح وكلهم بيرتلوا بصوت واحد يصلوا بصوت واحد وبعض بمحبة نقية زي قطيعة من المعيز رابط على جبل جلعات وجبل جلعات بالمناسبة من الجبال المشهورة بالخير لما كانوا يدعوا البعض اليهود يعني يقولوا يا ربنا يجعل بيتك عمران زي الجلعات من كتر ما كان المكان ده مشهور بالخير والصمر وجي ذكره في النبوات كتير فهنا مقصد بالكنيسة اللي أعضاءها بيحبوا بعض وكلهم إيد وحدة وكلهم ثابتين في الرأس المسيح ملتصقين بالمسيح له المجد يبقى منظرها جميلة أوي الكنيسة دي زي واحدة شعرها حلو فهنا بيقول لها أنت جميلة يا حبيبتي شعرك كقطيع معيز رابط على جبل جلعات ورابط دي تفكرنا في مزمور الرعي لما يقول ايه في مراعن خضر يربضني يعني الرابط ده يعني الحوال لما يبقى مبسوط يقعد يتمرخ في الخضرة ويبقى فرحان كده فكل ولاد ربنا فرحانين بربنا وفرحانين بكنيسهم وفرحانين بمحبتهم ببعض وشبعانين بربنا وبالقدسين وببعض ومستنين بقى يروحوا السماء في الآخر هو ده جو الكنيسة الحلم اسنانك ده بيوصف العروسة اللي هي الكنيسة كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل في المواسم كانوا يعملوا ايه يجوا الجزازين يشيلوا الصوف من على الغنم فيبقى ايه جسم الغنماية ابيض لانه تشال منها الصوف والصوف دايما بيعتبروه اشارة الى الحياة الارضية عشان كده لما يتشال الانسان ينضف يعني ويروق وعشان كده كاهر في العهد القديم ما كانش يلبس صوف ابدا كان يلبس كتان ابيض اشارة الى النقاوة الصوف مقصود بيها جلد الحيوانات الارضي في الحياة الارضية المادية اسنانك قطيع الجزائز الصادرة من الغسل يعني بعد ما يشيلوا الصوف من على الغنم ينزلوا يتغسل كده يبقى شكله حل وابيض من بعيد المنظر اللواتي كل واحدة من الغنمات دي متئمون متئمون يعني جاي بتوأم الغنمات دي بتجيب بالتوائم ما بتجيبش واحدة واحدة كل بطن تجيب اتنين على طول وليس فيهن عقيم يعني ايه هو بيوصف السنان اولا هو بيوصف السنان في البيض طب ايه سنان الكنيسة يعني افتكروا انه الكنيسة بولدها شبهت بالام المرضعة وكان الكتاب يقول سقيتكم لبنا لا تعاما لانكم لم تكونوا بعد تحتملوا في الاول الكنيسة بتردع ولادها عشان ما عندهمش سنان لما يكبروا يقول الطعام القوي للبالغين ففيه كنيسة كل اللي فيها مرضع يعني بيرضعوا وفيه كنيسة ولادها اقوية بيأكلوا اكل فيانا هو بيوصف كنيسة جميلة يقول دا ولادك كلهم بقى عندهم سنان بقوا بيأكلوا كلمة ربنا اكل مش بيرضعوا الكلمة يعني احنا هنا نحسب لنا سنان لاننا دخلنا في سفر النشيد سفر النشيد سفر عميق وكله رموز غير بعض الاصفار اللي هي ايه الكلام مباشر وسهل كأننا صرنا كأننا يعني بنحاول نبقى من البالغين اللي يحبوا يدخلوا الجوه ويأكلوا اكل دسم مش مجرد ياخدوا معلومات بسيطة او كلماتهم ما سمعينها قبل كده اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم تلاحظوا تعبير قطيع المعيز وقطيع الجزائز بيشاور على حاجة مهمة أن جوه الكنيسة كلنا شبه بعض كلنا بندوب في بعض ما حادش فينا عاوز يظهر لوحده احنا كلنا مجدنا الحقيقي هو التصقنا بالمسيح له المجد من هو بولس ومن هو أبولوس مش مهمون المسيح هو كل في الكل فهنا قطيع المعيز وقطيع الجزائز زي صف سنان جميل كده منتظم مش هتوقع تقول السنة دي غير السنة دي خلاص كله حل والشعر المنساب كله شبه بعض بس كله منتظم مع بعض الكنيسة يزيد جمالها بالوحدانية جمال الكنيسة في نظر المسيح له المجد لما تلاقي يلاقي كل الأعضاء بيتحركوا بقلب واحد يحبوا بعض فعلا ربنا يسوع في يحنى 17 كان بيصلي يقول أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد أريد أن يكونوا واحدا فينا لما تختفي الأنا والكرامة والمركزية ونبقى كلنا بنخاف على بعض ونحبه بعض ومش مهم مين بيعمل إيه مهم كلنا نخدم ربنا هنا نبقى كده زي القطيع اللي كله بتاع ربنا الصادرة من الغسل إشارة إلى الاختسال الدائم والاختسال دايما رمز للتوبة والنقاوة يعني واحد زي اللي بيخسل بقه كل شوية عشان سنانه تفضل بيضة كأنه واحد بيراجع على كلامه مش عاوز يقول كلامة لهوش معنى كل كلمة تطلع محسوبة كل كلمة تطلع فكر فيها كويس كل إنسان ليكن مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب اللواتي كل واحدة متئمن يعني إيه متئمن يسنان الأطفال ساعات تطلع اتنينات كده لكن كمان اتنين رقم اتنين دايما إشارة إلى حاجة انشغلوا بها الأباء رقم اتنين جاي كتير قوي في الكتاب يقولوا أغلب الأباء إنه عاوز يقول إن الكتاب كله يتلخص في وصيتين حب ربنا وحب الناس لما سؤل ربنا سؤل أعظم الوصاية قال تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك ونفسك وتحب قريبك كنفسك افعل هذا فتحي فبقت كل ما تيجي حاجة فيها اتنين يقولوا ربنا قصد يفكرنا بالوصيتين اللي ودخلوا السم مثل السمير يدفع دينارين في آخر القصة يقولوا عشان يبقى كده يكمل كل حاجة حب ربنا وحب الناس لما يقولوا سمكتين في مثل الخمس خفزات يبقى حب ربنا وحب الناس فمتئمن يعني إيه يعني الوصيتين دول توقم ما تقدرش تحب ربنا ما كنتش تحب الناس وما تقدرش تحب الناس بجد حب مسيحي ما كنتش تحب ربنا زي التوائم تعرفش تفصلهم عن بعض عشان كده القديس يحن يقول في رسالته الأولى لو واحد قال أنا بحب ربنا وهو يبغض أخاه فهو كاذب يبقى كداب لو بحب ربنا وميحبش الناس وإن كنت لا تحب أخوك الذي ترى كيف تحب الله الذي لا ترى فهنا السنان التوائم يقصد بها اللون الأبيض الجميل والغسيل المستمر التوبة المستمرة والتوائم يعني وسيط الحب حب الله وحب القريب دول السنان يعني بيأكلوا كلمة ربنا أكل فتبقى الكنيسة اللي عايش على كلمة ربنا اللي شعباب يلتهم كلام ربنا التهام اللي سنانه بيضة من كتر التمتع بكلمة ربنا اللي بيطلع ثمر روحي متئم ليس فيهن عقيم يعني ما فيش واحد من أعضاء الكنيسة ما فيهوش ثمر كله بيطلع ثمر اللي بيطلع صلوات حرة ربنا حب ربنا واللي طلع خدمة كبيرة للناس حب للناس كلهن متئم ليس فيهن عقيم شفتاكي بيوصف الكنيسة كثلك من القرمز وفمك حلو ما زلنا في حتة الشفايف والسنان يبقى كله مرتبط بكلمة ربنا شفتاكي كثلك من القرمز القرمز اللي هو اللون الأحمر الدموي وده مقصد بايه تصوروا معي لما إنسان يتناول جسد ربنا ودهمه كأن الملايكة بيقولوله شفتاك زي سلكة من القرمز دم ربنا يسوع له المجد جاي على شفتيك يا بختك لما الملاك زمان في أشعية ستة خد جمرة من على المسبح مس بها شفتين أشعية وقال له هذه قد مست شفتيك فانتذع اسمك وكفر عن خطيتك كان فرحان قوي أشعي مش مصدق إن شفايفه اللي كان لسه بيقول أنا إنسان هالك نجس الشفتين دلوقتي شفايفه بقت القرمز عليه دم المسيح له المجد فهنا شفتاك كسلكة من القرمز يعني إحنا تحط علينا ختم المسيح بدمه صرنا أصحاب عهد جديد لأن العهد الجديد بالدم فالقرمز إشارة إلى دم المسيح والشفايف إشارة إن إحنا هنتناول من هذا الدم فنصير أعضاء حية في كنس وفامك يحل تلاقوا بعد ما نتناول نقعد نعمل إيه نسبح كل اللي عندنا رب كتر خيرك تسبح الله في جميع قديسين خدك كفلقة كرمانة تحت نقابك حكاية النقاب مكملة يعني هي العروسة جاية خجلان وحتى نقاب برضه فكركم زمان لما بونا سحاء بن إبراهيم جات له مراته جاية من صفر طويل اللي كان جابها معاه لعزر الدمشقي رفقه وكانت أمه صارة ماتت وكان طبعا متعلق بأمه شوي لأنه ابنه وحيد وجاء على كبر وخرج ليتأمل عند المساء كان من أرباب التأمل وبعدين شاف موكب الجمال جاي من بعيد فصر سألت لعزر الدمشقي مين اللي الرجل اللي هناك ده قال له ده سيدي سيدي يعني سيدي سحاء صاحب البيت فنزلت من على الجمل وحطت النقاب حطت الخمار ده لأنه دخل عروسة فهو أول ما شافها رفع النقاب عاوز يقول له ايه خلاص ما فيش حاجة تفصلنا عن بعض بعد كده سمع الكتاب برقع أحيانا فقال أن عند قراءة العهد القديم هناك برقع بولس الرسول وهو بيفصل لنا موقف بتوع العهد القديم قال غاية دلوقتي على عينيهم برقع مش فاهمين الكلام بتاع العهد القديم مش شايفين المسيح اللي فيه زي اللي على عينيهم برقع إنما احنا بتوع العهد الجديد البرقع ترفع وبقينا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف عينينا فعينيه لأننا عرسته دلوقتي فهو رفع البرقع أو رفع النقاب عشان تبقى الحكاية كده ايه في بساطة وفي حب حقي خدك كفلقة رمانة تحت نقابك العروسة لأنها جاية تتقدم لعرسة خجلانة وسعات الخد يحمر قوي من الخجل زي فلقة رمانة فالرمان اللي لونه أحمر ده هو شاف العروسة من خجلها عينيها كده جميلة زي الحمامة من تحت النقاب واسنانها جميلة بيضة ووشها أحمر مظنهر كده مكسوفة لأن هي عارفة هي تروح فين في هذا العريس الجميل ويرجع تاني لفكرة الخجل أن الخدود الحمرة من الدموع ومن الخجل تشد ربنا وتفرحه إنما النفس اللي دخل كده بكبرياء وبجسارة تحزن الله عنقك كبرج داود المبني للأسلحة برضو أظن لو عريس هيقول لعرسته رقبتك زي حصنه وبرجه كانش كويس إنما هو التسبيه كله للكنيسة العنق إشارة لحكتين عدد إما للعند الشديد وده قصد باليهود والشعب غاليز الرقبة بيوطوش رأسهم أبدا اسمعوش الكلام أو العنق كمان إشارة للسمو التسامي فهنا لما بيقول لها عنقك كبرج داود كان داود أبو سليمان بيعمل أبراج مسلح لما يعمل الحص يحط عليه أبراج وحراسة في الأبراج فهو شاف العروسة شاف الكنيسة زي برج العنق بتاعها برج يعني محصنة تماما ومتسامية يعني بصع السماء مشغولة بالسمويات مش بالأرضيات المبني للأسلحة مسلحة يعني إيه مستني الحروب لكن بتشد بتقاوم ما بتستسلمش لأي حرب وطبعا هذا العنق ينحني ببساطة أمام المسيح له المجد فهنا الإشارة إلى المثابرة العنق المرفوع دا زي العسكري اللي واقف ساعات طويلة ما بيوطيش رأسه ما بينعاس ومستعد للمعرك فالكنيسة صهرانة في استقبال عرسها وبص للسمى كبرج مرتفع ومسلحة سلاح الله الكامل اكل سيف الروح الذي هو كلمة الله خوزة الخلاص كلام الحلو اللي قاله بوليس في أفاس الست ألف مجن علق عليه كلها أطرس الجبابرة يعني شوية بقى المثلا العقد اللي نازل أو الأقراط اللي في ودنها شبهها بأنها زي المجن اللي هي التروس اللي على الحصنة أو على البورج نقول آخر حاجة على الألف ألف مية في عشر العشرة هي كلمة ربنا لأن الوصايا كانوا عشر مية يعني تاخد عمرك كله مجغول بوسيط ربنا فتبقى ألف مجن يزينوا هذه الرقبة رقبة تخضع لكلمة الله كل زمان الحياة لإلهنا كل مجدو كرامة إلى الأبد وأن كننا واحد صارتب هادينا حياة